بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أهلا ومرحبا بكم أبناء الطلاب وبنات الطالبات في الصف الخامس الابتدائي في درس جديد من دروس القرآن الكريم حسب منهج تحفيظ القرآن الكريم في هذا الدرس سوف نتلو آيات ونتعلم تلاوة آيات من سورة النور من الآية الأولى إلى الآية الثامنة عشرة إن شاء الله تعالى أهداف الدرس أولا أن يطلب الطالب والطالبة الأجرى من الله تعالى بتلاوة هذه الآيات لأن كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة أيضا من أهداف درسنا أن يطلب الطالب والطالبة الآيات تلاوة صحيحة خالية من الأخطاء ولكي نتلو الآيات تلاوة صحيحة لابد أولا من التأني والتماهل أثناء التلاوة والتركيز والانتباه على الحركات التي على الأحرف يعني لا أقرأ الحرف إلا بعد النظر إلى الحركة التي عليه أيضا أن يطبق الطالب والطالبة أحكام التجويد سنطبق إن شاء الله أحكام التجويد التي أخذناها في دروس التجويد أحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم الساكنة إن شاء الله تعالى أيضا من الأهداف أن يتلو الطالب والطالبة الآيات بتدبر وخشوع لنعمل لنفهم كلام الله أولا ثم نعمل به أذكركم بآداب تلاوة القرآن الكريم أولا الطهارة أتوضى قبل تلاوة القرآن الكريم الإخلاص أنوي بهذه القراءة وجه الله عز وجل كذلك الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم قبل التلاوة كذلك تحسين الصوت من الآداب وأيضا من الآداب بقراءة البسملة في أوائل السور إلا سورة التوبة أيضا القراءة بتدبر لنفهم كلام الله ونعمل به ومن الآداب التسبيح عند آيات التنزيه الآيات التي فيها تنزيه لله عز وجل وذكر أسمائه وصفاته وفعاله إذا مررنا بها فإننا نقول سبحان الله ثم نكمل التلاوة كذلك سؤال الله من فضله عند آيات الوعدي بالرحمة والمغفرة إذا قرأناها نسأل الله من فضله كذلك الاستعادة بالله عند آيات الوعيد الوعيد بالعذاب نعود بالله من عذاب الله إذا قرأنا مثل هذه الآيات فإننا نستعيد بالله ثم نكمل التلاوة الآيات من سورة النور أولا سوف أقرأ لكم الآيات سنقرأ كل شريحة لوحدها ثم نبين ما فيها من كلمات وكيفية قراءة هذه الكلمات ونستخرج بعض الأحكام التجويدية ثم نقرأ سويا الآيات المطلب منكم النظر والتركيز على هذه الآيات وعلى التلاوة والترديد حينما أطلب منكم ترديد بعض الكلمات لذلك نركز وننتبه لا ننشغل بأي شيء آخر غير القرآن الكريم الآن استمعوا بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين الآيات سهلة يسيرة لاحظوا معي هذه الكلمات هنا آيات بينات ما الحكم هنا؟ الحكم التجويدي أصل كلمة آيات ونلاحظ الآلف الصغيرة آيات بينات أيضا الآلف الصغيرة هناك كلمة بينات هذا هو القلب قلب التنوين إلى ميم ثم إخفاء هذه الميم كما أخذناه في دروس التجويدي إذن الآيات سهلة جدا كلمة فجليدو لاحظوا عندنا الآلف الصغيرة عفوا هذه الآلف عليها الدائرة هذه الدائرتان عدم النطق بحرف الأليف التي تحتها مثل كلمة مئة مئة جلدة لاحظوا الألف هنا في وسط الكلمة لا ينطق لأن عليها هذه الدائرة الصغيرة هذه علامة على أن الألف لا ينطق الذي تحت هذه الدائرة وأحيانا تكون على حرف الواو أيضا المهم هنا لا نقرأها مئة جلدة يقرأوا فجليدوا كل واحد منهما مئة جلدة أولا يقرأوا آل استعادة لترددوا معي بعض الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقرأوا الاستعادة أحسنتم بسم الله الرحمن الرحيم أيضا يقرأوا البسملة أحسنتم نقرأ هذا المقطع فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة أحسنتم كلمة وَلَا تَأْخُذْكُمْ لاحظوا عندنا الذال عليها السكون وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا وهنا ميم ساكنة أتى بعد حرف الباء وهنا إخفاء شفاون نقرأ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا اقرأوا أحسنتم أيضا كلمة وَلْيَشْهَدَ عَذَابَهُمَا الدال ساكنة وَلْيَشْهَدَ عَذَابَهُمَا اقرأوا طيب أيضا لاحظوا مع هذه الكلمات لا ينكيح الكاف تحت كسرة وهنا زانية أو مشركة بالتنوين الفتح نركز على هذه الكلمات أيضا كلمة هذه بدون يا زان أو مشرك سنقرأ هذه الآيات وقرأوا معي بارك الله فيكم نبدأ بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم اقرأوا معي الآيات حينما أبدأ تبدأوا معي سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين بارك الله فيكم ننتقل إلى الآية التالية أقرأ لكم وتستمعون استمعوا بارك الله فيكم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين بارك الله فيكم ننتبه لهذه الكلمات كلمة المحصنات لاحظوا الألف الصغيرة يرمون المحصنات أيضا كلمة فجلدوهم ولا تقبلوا لهم شهادة بالفتح شهادة أبدا لاحظوا معي هذه الكلمة وأولئك لاحظوا حرف الوا هنا عليه الدائرة الصغيرة التي قلنا أنها لا تنطق مثل الدائرة التي على الألف إذن هذه تدل على أن الحرف الذي تحتها يسقط في حال النطق سواء في الوقف أو في الوصل وأولئك مثل لم يأتوا طيب نكمل لاحظوا مع كلمة يرمون أزواجهم الجيم عليها فتحة هنا شهداء إلا أنفسهم أنفسهم لاحظوا الفاء والسين عليها الضمات طيب كلمة فشهادات فقط تركيز على الحركات أرباع العين عليها الضم إذن ننتبه لمثل هذه الكلمات ونركز على الحركات نبدأ على بركة الله نقرأ سويا اقرأوا معي هذه الآيات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور الرحيم وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ أحسنتم نكمل استمعوا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ بارك الله فيكم لاحظوا مع كلمة وَالْخَامِسَةُ وَهُنَا وَالْخَامِسَةَةُ نفس الكلمة لكن تختلف الحركة التي أعدتها المربوطة نركز حتى نقرأ قراءة صحيحة أيضا كلمة وَيَدَرَأُ وَيَدَرَأُ هنا أيضا كلمة أربعة العين عليه هنا فتحة أن تشهد أربعة شهادات كلمة فضل الله وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ لاحظوا الوا ووصلة نأتي بها في حال الوصل أحسنتهم الآن سوف نقرأ الآيات سويا يقرأوا معي أنظروا وقرأوا وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ أحسنتم ننتقل إلى الآية التالية سأقرأ لكم وأنتم مستمعون لهذه الآية إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ مْرِئٍ مِّنْهُمْ مَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبَرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ لَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ لَوْ لَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءٌ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ أحسنتم الآن ننتبه لبعض الكلمات كلمات بالإفك عصبة بتنوية ضم لَا تَحْسَبُوهُ الصين عليها فتحة لَا تَحْسَبُوهُ أيضا من الكلمات لِكُلِّ مْرِئٍ مِّنْهُمْ لِكُلِّ مِّنْهُمْ هنا همزة وصل لا نأتي بهمزة قطع لِكُلِّ مْرِئٍ مِّنْهُمْ هنا همزة قطع نأتي بالهمزة لكن هنا لا لا نأتي لا يجد همزة فلا نأتي بالهمزة لِكُلِّ مِّنْهُمْ أيضا من الكلمات كِبَرَهُ معا وصلة في حال الوصل كِبَرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابُ نعوذ بالله من عذاب الله الآيات سهلة جدا الآن سنقرأ سويا الآية أرجو منكم الانتباه والتركيز لاحظوا معي كلمة فأولئك لاحظوا حرف الواو هنا عليه هذه الدائرة تعني عدم النطق بهذا الحرف الذي عليه هذه الدائرة سواء كان ألف مثل هذا أو واو فلا ننطق بالألف أو الواو التي عليها هذه الدائرة في القرآن الكريم نقرأ سويا على بركة الله إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِّنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ لَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ لَوْ لَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ أحسنتم نكمل الآيات نركز وننظر ونستمع الآن استمعوا وانظروا ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ وتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك سبحانك هذا بهتان عظيم يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ بارك الله فيكم أبيل لكم بعض الكلمات كلمة فضل الله ولولا فضل الله عليكم أيضا كلمة لمسكم نأتي بالشدة في حرف السين أيضا هنا كلمة إِذْ تَلَقَّوْنَهُ لاحظوا تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِينَاتِيكُمْ نأتي بالحركات إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِينَاتِيكُمْ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِينَاتِيكُمْ أيضا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنَا كلمات سهلة فقط للمكم الانتباه والتركيز هنا كلمات يعيظوكم يعيظوكم اقرأوها إلى هنا وصلنا إلى ختام درسنا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا الآيات إلى أن نلقاكم في الدرس القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته